موسيقى طابت أوقاتكم بكل خير مشاهدين أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من سهرة ملاعبنا نجوب فيها مختلف ملاعب الرياضة الإماراتية لنرصد أخبارها ونصلت على إنجازاتها ونطلع على خططها وبرامج عملها لنقدم لكم قراءات تحليلية مبسطة لما بين السطور بحثا عن التقييم الشامل لمنظومة العمل الإداري في هذا القطاع الحيوي الذي بات يمثل اليوم عنوانا لهويتنا وحضارتنا في حلقة اليوم بإذن الله من سهرة ملاعبنا سنتحدث عن الاطراقة المبهرة لدورة الألعاب الإقليمي للأولمبياد الخاص في أبوظبي 2018 ونسافر مع بعثة الأبيض الإماراتي للعاصمة التايلندية بانكوك للمشاركة في كأس ملك تايلند 2018 ونعود لاحقا إلى مقر الاتحاد كرة القدم الذي احتفل اليوم بتقديم الجهازين الفنيين لمنتخبي الشباب والأولمبي في مؤتمر صحفي أعلن فيه المهندس مروان بن غليطة عن رؤية الاتحاد لمنتخبات المراحل السنية قبل كل شيء وكالعاد ورحب بضيوفي العزاء في الأستوديو أبدأ السيد أحمد الخليفة حمد حياك الله الله حيكم والسهل ضياء الدين علي حياك الله أهلا وسهلا فاصل أحبائي فضلوا البقاء معنا في حفل مبهر احتضنت العاصمة أبوظبي بدأت يوم السبت الماضي النسخة التاسعة من دورة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2018 التفاصيل التابعة في التقديم الثاني تزينت القاعة المغطاة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض مساء يوم السبت الماضي مع انطلاقة النسخة التاسعة من دورة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص شعار أبوظبي 2018 جرى تصميمه بعناية فائقة في هذه النسخة بحيث بات يحمل أسمى معاني الإنسانية وأكثرها تحضرا النموذج الإماراتي الذي تحرص الدولة على إبرازه للعالم تجلى في هذه الأمسية التي احتفل بها العالم بفئة تثبت للجميع هنا أنها على قدر المسؤولية ولأن الحدث كبير فقد شهد نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي سمو الشيخ هزاع بن زايد أنهيان افتتاح دورة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2018 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة أكثر من ألف لاعب ولاعبة يمثلون نحو 33 دولة افتتاح الدورة التاسعة الإقليمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي حدث عالمي يرسخ لمكانة الإمارات في المجالين الرياضي والإنساني معا لهذا فإن دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أنهيان وليعهد أبوظبي رعاه الله كان حاضرا منذ البداية وحتى تحول هذا الحلم إلى واقع ملموس في عام زايد اشتركوا في القناة موزياد أبدأ معاك في تنظيمة هذه البطولات هناك رسائل تقدم وترسل للعالم ليسقي إليها ويمعن النظر بشكل جليل في ثقافة الدولة في بعدها الإنساني القيامي لذلك هذا يتمثل شكل من أشكال الدمج المجتمعي شكل من أشكال التواصل الإنساني كيف تحدثنا عن هذا الجانب؟ والله العنوان يطلع منه تحتيم مقالات كثير ممكن تقول أن الرسالة جات في وقتها عشان تكرس كل اللي تم عبر عهود كثيرة في الفترة الماضية من خلال الشيخ الأمارات في دمج هذه الشريحة مع المجتمع الأماراتي بحيث لا نشر أنهم شريحة وشريحة أخرى ولكن المجتمع كله مجتمع واحد وبيتشارك فيه تحت مزلة دولة واحدة والكل بيتشارك من خلال الرياضة وممكن الرياضة من أكتر الأمور في الدنيا غير الحاجات المجتمعية الأخرى يعني لو ممكن تدنج كل المجتمع في نشاط واحد فالأجمل ما في الموضوع أن المشاركة بتتم من خلال أداء رياضة واحدة وليس من خلال رياضات خاصة بهم وحدهم بعيدا عن المجتمع وعدم نسجه فيها فالأجمل ما في البطولة دي أو حتى كل ما هو يتم تحت عنوان المنبيات الخاص أن الكل بيتمج تحت مزلة واحدة وبيشاركه في بطولات بتجمع العالم كله وبياره بنفسه على أرض الواقع كيف يندمج تهدامج هذه الشريحة مع باقي الفئات الأخرى في أداء الرياضة أنا شايف أن الحدث بوضع العريض جدا من خلال المشاركة بأكتر من ألف لعب ولعبة في 16 لعبة ب33 دولة ينتجي بالعالم كله وبيشوف المشهد على الطبيعة وحضور صاحب سنوه الشيخ هزاع بن زيل الإفتتاح يعني وتصريحه بتأكيد على أهمية إزابة هذه الشريحة في المجتمع وتأكيد أنها جزء وأصيل من المجتمع الإماراتي والكل مهتم بها قد رسالة واضحة جدا للعالم كله تسلم أكتفي بهذا القدر ونتمنى له إن شاء الله التوفيق في هذه المنافسات وفي نتائج طيبة لمنتخباتنا أو مشاركينا في هذه الدورة أدى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مساء اليوم أولى حصصية تدريبية في العاصمة التايلندية بانكوك استعدادا لمواجهة نظيره منتخب سنوفاكيا يوم الخميس المقبل في افتتاح بطولة كأس ملك تايلند الدولية الودية التي ستقام خلال الفترة من 22 وحتى 25 من مارس الجاري ضمن البرنامج التحضيري للأبيض لنهايات كأس آسيا 2019 غادرت بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم عبر مطار دبي الدولي متجهة إلى العاصمة التايلندية بانكوك للمشاركة في بطولة كأس ملك تايلند الدولية 2018 التي تقام خلال الفترة من 22 وحتى 25 من مارس الجاري بمشاركة منتخبات الإمارات وتايلند سلوفاكيا والقابون وهي بطولة تأتي ضمن برنامج السيد زاكروني تحضيرا واستعدادا لكأس آسيا 2019 تشكيلة الأبيض خلت وللمرة الأولى منذ العام 2012 من التنائي عمر عبد الرحمن لاعب العين ومهاجم الجزيرة علي مبخوت ولكنها وفي المقابل فقد ضمت أسماء جديدة تألقت في الجولات الأخيرة من الدوري ونالت على إعجاب المدرب الإيطالي العجوز ألبيرتو زاكروني كثنائي الشارقة الحسن صالح وسيف راشد بالإضافة إلى جاسم يعقوب من نادي النصر قائمة الخمسة وعشرين لاعبا ضمت أيضا أسماء عائدة بعد فترة من الغياب كانت خلالها خارج حسابات المنتخب ومنها أحمد شامبيه ومحمد مرزوق وعبد العزيز هيكل ووليد عباس وماجد حسن يقص منتخبنا مشواره في البطولة الدولية الودية بمواجهة نظيره منتخب سلوفاكيا يوم الخميس المقبل حيث يتأهل الفائز إلى المباراة النهائية لمواجهة المنتخب الفائز من مباراة منتخبي تايلاند والقابون فيما تقام مباراتي تحديد المركز الثالث والرابع والمباراة النهائية يوم الخامس والعشرين من مارس وذلك في استاد راجا منغالا الدولي بخليفة ماذا نريد من هذه البطولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم ماذا نريد من هذه البطولة؟ خلنا نرجع للقائمة اللي اختارها زكروني عشان نعرف ما أردنا ماذا نريد؟ غياب عناصر رئيسية وعناصر مؤثرة ودخول أسماء جديدة وأسماء شاب وأسماء كذا يدل أن زكروني بعدها ما زال يبحث عن التشكيلة اللي يبغي يستقربها في المنتخب أو اللاعبين اللي بيستقربهم في المنتخب سواء أساسيين أو بودلاء وجود هذه النوعية اللعبية صحيح أن اللاعبين تقلقوا في الفترة الأخيرة في أنديتهم لعب تأثير في مباريات فرقهم لكن هناك بعض التساؤلات عن غياب عمر عبد الرحمن وعليم أبخوت ومحمد فوزي يعني هل أنهم تكلموا عن ناحية الفنية أن زكروني غير محتاجهم فنيا في المنتخب وأعتقد أن هذا الحديث غير صحيح لأن مهما أوجدت من عناصر جديدة عناصر شابة وجوه جديدة من المنتخب ما زالت تحتاج إلى الوجوه الخبرة وتحتاج إلى العناصر المؤثرة وهذا السبب هذا يمكن يخلي زكروني خلنا نرجع بالذاكرة شوية دورة الخليج أن يستعين بأحمد خليل اللي ما كان جاهز وما كان يلعب واستعان به في مباريات دورة الخليج على رغم أنه ما تمرن مع المنتخب أو تمرن تمرين واحد مع المنتخب وكان مصاب وكان كذا واستعان كذلك بعمار عبد الرحمن رغم أن عمار عبد الرحمن كان ما زال يعاني من إصابة موجودة فيه بالتالي اليوم نحن نتمنى أن هذه الدورة أنها يتم الاستفادة منها بشكل صحيح وأنها تكون بداية عداد إلى كاس آسيا القادمة ونتمنى أن اللاعبين يتم اختيارهم أنهم يستمرون مع المنتخب ويتواجدون لا يكون بس اختيارهم عساس التجربة لأننا لأننا عساس التجربة لأننا لا نملك كثير من اللاعبين أساس أن نجرب هناك أعداد معينة وأن لعب من النوعية معينة وأسماء معروفة في النهاية نستقر عليها وإذا كان غياب هذه اللاعبين عن الكلام بسبب أمور فنية أعتقد أن هذا الكلام ما أعتقد أن هذا الكلام صحيح قد يكون هناك اتخذت عقوبة داخلية داخل الاتحاد باستبعادهم لفترة معينة عن صوف المنتخب لأن واحد مثل عبد الرحمن اليوم يمر بأفضل حالاته خلال الموسم الحالي على الأقل أو المباراة الأخيرة على الدليل على الشيء هذا كذلك عليه مبخوط عليه مبخوط يعني كان في فترة شوية مستواه تراجع لكن أعتقد الهدف لسجله في آخر المباراة في المباراة الأخيرة ضد العين يعني يتبين لك أن هذا اللاعب من أي طينة ومن أي نوعية بالتالي غيابهم لا بد أن يكون هناك في شفافية إذا كان غيابهم بسبب يعني عقوبة اتخذت ولأن الاتحاد لما أعلن عن العقوبة وأعلن عن نتيجة التحقيق في أحداث التي صارت في دورة الخليج كان يتكلم عن الشفافية نتمنى أن هذه شفافية تستمر وأن ما يكون وأن يعني إذا كان غيابهم بسبب عقوبة إدارية متخذة لاستبعادها من فترة معينة عن المنتخب لا بد من أعلانها وأنت أعلنت عن العقوبة الأكبر والعقوبات والعقوبة التي وصلت للانضباط ووصلت للاستئناف وتم تداولها والكلام فيها بشكل كبير اللي هي كانت العقوبة تلقاف واشتكت منها الأندية واشتكت منها كذا اليوم إذا كانت هناك عقوبة إدارية من باب أولى تم الإعلان عنها بشكل واضح وحتى يشوف اليوم مبدأ الثواب والعقاب لا يختلف عليه إثنان وكل الناس تنادي بهذا المبدأ سواء على مستوى المنتخبات أو الاتحاد أو حتى على مستوى الأندية فبالتالي اليوم أنت لما تتكلم يعني بشكل ما أعتقد أن الشارع الرياضي تقبل السبب يعني 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 الجهاز الإداري في المنتخب يعني يعني وهم في جاهزية فنية وأنت اليوم داخل في بطولة وخاصة اليوم نحن نعاني من المشكلة يعني في دورة الخليج كنا نعاني من الجانب الهجومي وكانت عندنا مشكلة كبيرة في الجانب الهجومي واليوم صانع الألعاب اللي خلنا نقول رغم واحد في الإمارات واللي أعتقد أن أي اختيار لاحق للمنتخب لن يخرج من عنه وهو عمر عبد الرحمن لم يتم اختياره الحين ومهاجم يعني صريح شارك في دورة الخليج وكان مؤثر كذلك لم يتم استعانى به ويعني هناك دعنا نعمل ربط إذا أنتوا رايحين يا منتخب للاستعداد تمام ما أخذين أسماء شابة وصغيرة وتاركين ناس شغلهم عالي لمستوى مع فرقهم العين والجزيرة وعمر متألق آسيويين ومحليا هذه النقطة فعدم اختيارهم واختيار ناس ممكن بعد شهر ما تختارهم وبالتالي ضعت وقت لا ونحن نعاني هذه الفكرة نعاني نعاني على الشق الدفاعي كنا مقتنعين لكن كنا نعاني في دورة الخليج في آخر بطولة شاركنا فيها نعاني من الشق الهجومي ونعاني من عدم تسجيل الأهداف ونعاني من منظومة منظومة الهجومية كان فيها خلل اليوم الاثنين من الثنين يعني من أساسيين المنطقة في دورة الخليج وخلنا نقول المهاجر مغام واحد وصالنا للعاب مغام واحد أنت ما اخترتهم ونحن نحن نحن ضد اختيار عناصر جديدة ونحق العناصر الجديدة والتي تتألق كأنك تختارها لكنه خلنا نرجع مختار لاعبين أعمارهم أعمارهم ثلاثة ثلاثين واربعة ثلاثين وعودة أسماء مثل عبد العزيز صنغور ماجد حسن ماجد مصاب أصلا لا بس مختار لاعبين مثل مثل وليد عباس فوق ثلاثين سنة هل أنت هذا اللاعب يواصل يواكبه أو أنت بس اخترته للمرحلة للمرحلة هاي على صحيح ننسي يكمل معاك العدد لتشارك في بطولة في بطولة في المحاصرة القائمة لا فأنا نتمنى لا إحنا لا بد أن يكون هدافنا واضحة من الحين جيد ولما إحنا نصير هناك نقول إحنا شو نبغي من هذا الفطول صحيح هل إحنا بس أن إحنا نجرب لعبين وأعتقد أن نجرب لعبين ما أعتقد إحنا يعني إحنا في موقف أن نجرب لعبين فيه حلو إحنا فيه هو سؤال موجود كان يتعلق بعلي مبخوت وعمر ومحمد فوزي طبعا المتحدث الرسمي أستاذ حسن الجسمي أمس كان لحديث على قناة الشارجة في برنامج الخط الرياضي وقال هذا اختيار فني طيب لو في على الأقل تنسيق مع اللاعبين إذا كان يفترض أن فيه عقوبة مثلا عقوبة عغير معلنة يكون في على الأقل تنسيق مع اللاعبين أنه لا تصرحوا في هذا الموضوع أو لا تتكلمون على وسائل التواصل عمر طلع مباشرة قال أنا سأجتهد للعودة إلى المنتخب أنا لست غاضب المذكروني واعتبر عدم استدعاء مفاجأة بالنسبة لها والله أوليك على حاجة أنا ممكن شوية مش هاي في الأمور واضحة إلى حد كبير مش محتاجها اجتهاد حتى في أنها مش لغزة يعني ولماذا لم تعلان؟ لا مش عصدي بالنسبة لعيبا عصدي للمشاهد المشاركة هنا والمشاركة أبو كاسكة يعني لو بصيرت لكاس الخليج أنا ممكن من خلال الاختيارات اللي تمت ساعتها حتى برغم الإصابات والناس اللي حرص على وجودها داخل بعثة المنتخب أنه كان عينه على البطولة بشكل أو بآخر يعني مش حابب يكون رايح على كاس الخليج والبطولة مش في حساباته فخدهم بغرض أن لو حد فيهم جاهز ولو حتى بالنسبة 60% أو 70% يناور على البطولة أو يناور على اللقب وده اللي حصل ووصل للنهائي يعني كان لحد كبير خبق أو صين أو أدنى من تحقيق اللقب إنما بالنسبة لتايلند أنا شايفه بيجرب 100% 100% مش رايح حتى هدفه يعني البطولة أو لقبها أو أي حاجة غير إنه هو يجرب اللعبة اللي هو اللي ممكن تتحسب عليه إنه شافها وما ندهش فرصة مرحلياً الفكر هذا جيد؟ طبعاً إذا ما تعالش تتعمل أمسك؟ يعني هو ده الوقت الوحيد اللي بقيله عشان يجرب فيه وبعد كده يعتمد على الأساسيين لذلك أنا شايف إن المشهد بصورة وعطحة شوية يعني يمكن عموري ومخوت يعني لا خلاف عليهم أبداً بالنسبة لأي مدرب يعني إن بيفهم مع شرف المية فما بالك بتذكروني يعني يعني هو دول مفروق منهم إنهم ضمن التشكيل الأساسيين لماذا لا يمثم تسرى؟ هو بيشوف اللي مش أساسيين عشان يديهم فرصة يكونوا جوا التشكيلة ممكن يطلع واحد اثنين ثلاثة يعني بس لماذا ليش ترك هذا الموضوع للتأويل؟ التفسير والتساؤل وطبعاً أنا معاكف إنه لازم يتحطوا نقطة الحروف ما تبقاش الأمور مطروكة للاجتهادات معاقبين إذا كان معاقبين نقول معاقبين لا سيما أبو مروان إن الحالتين كويسين لو تقال إن القرار الانضباطي حضروله تعظيم سلام سلام هقول له هو الكويس إن أنت بتعزز قرارك اللي هو إلى حد كبير كان إدارياً بقرار مشمول بالمنتخب نفسه اللي هو المعني بهذه المشاركة صحيح فده كويس هنسقف له يعني لو حاصل ومعلن نعم لو ما قلنش وقيله إنه فني زي ما قال الأخ حسن حتى لو فني أفرغ من معناه نعم أفرغ من معناه لأن الهدف إنه لا ما أنت لازل تقبل بقى تعلم كيام الانضباط يعني لو أنت بتدور على ما هي ملاش ثالث يا انضباطي يا فني لو انضباطي أنا أقول مفيش خجل أنك تعلنه ولو كان فني لو كان فني وعندك غرض أنك تجرب لعبة أخرين يكون يعني يعون للعناصر الأساسية في المستقبل أو دكة قوية للعبيد الأساسين في الملعب ليه لا ما ده كويس برضو أنت في الآخر ما عندكش فرصة للتجريب إلا هذه المرة وبعدها كله هيكون مبارات حكاك قوية جداً حتى تصل إلى أعلى مستوى للتشكيل اللي هتستقر عليها صحيح فانت دلوقتي بتجرب لآخر مرة هتجرب فهي دي الفرصة الوحيدة للتجريب وللطاق الفرصة للناس اللي طولة الموسم قاعد يجمع بيانات عنهم أو ما خدوش فرصة حتى يكونوا داخل تشكيلة المنطقة فانا شايفها مقرية إلى حد كبير هو بيجرب في هذه الدورة بشكل كبير جداً مش همه ولا غلقه ولا حتى يمكن أداء بشكل عالي جداً همه يشوف اللعيبة اللي عايز يحط عينه عليهم اللي ممكن يطاعم بيهم المنتقب في المستقبل بالنما اللعيبة اللي نتكلم عليهم دولة اللي هم أهم النجوم في الإمارات ما نفتكرش عليهم أي غبار أو عليهم أي شك فينهم هيكونوا يرجعوا فأقرب تجمع المنتقب في الفترة الجاية طيب البعثة ومرافقين البعثة مسؤولين البعثة لم نتعرف عليهم من مسؤول البعثة هناك؟ من المشرف؟ لا لحسب أنه في نزة أسماء مع عظام مجلس الإدارة في ثلاثة أعتقد أنه أنا طلعتني من الصرف يمكن مشرف زيون المشرف والإداري هل المتواجدين؟ طبعاً لا بد هذا الجهاز الجهاز الفني والجهاز الإداري ما أعتقد أنه في أي تغييرين والمرافقين هم عظام مجلس الإدارة فأة المنتخبات المشاركة مناسبة لمرحلة الإعداد صحيح لا أرى أنت اليوم أنت مدام تلعب مع منتخبات دول كل المنتخبات جيدة اليوم أنت هذه المنتخبات أسلوفاكيا أسلوفاكيا تايلاند القابون يعني شوف مثلات مدارس مختلفة أسيوية أفريقية وأوروبية وكلها منتخبات لها وزنها لكن إن شاء الله تكون مشاركة مكتملة مكتملة الصفوف مثل منتخب القابون يعني دائماً لاعبين لفارقة اللي يلعبون في المنتخبات في الخارج دائماً يغيبون عن مثل هذه المبارات والدي لكن أعتقد أن البودلاء لا يقلون عنهم بس المهم فخلا نقول نبتعد شوي عن مسألة نلعب مع صفوف ثانية من المنتخبات يعني يكون لنا شروط في مثل هذه المسألة أو معايير يعني معايير أنا لا أقول شروط لأني كنت مدعو للمشاركة في هذا الشيء ولابد أن إذا ما اخترت أنت أنت مالك يعني مش أنت اللي منظم بس الجهة المنظمة هي اللي تدخل بس أنا لازم أتعرف على طبيعة المشاركين أتعرف أعساس لا نتكلم عن تحقيق الاستفادة تحقيق الاستفادة عشان نتحقيق الاستفادة لازم نلعب مع ناس يعني مستوهم عالي لا أعساس نظهر بشكل ما نلعب مع منتخبات أقل أقل مننا ومستوها أقل مننا بحيث أننا ما نستفيد صح نتكلم عن فترة تجربية نجرب فيها اللاعبين لكن لا يجب اللاعبين يكونوا على المحك ويكونوا اللاعبين يعني خلنا نقول ما تكون مباراية مباراية سهلة صحي إن مباراة ودية لكن ما توصل إلى الدرجة أنها تكون خلنا نقول يعني ليست سياحية لا مش سياحية لا توصل إلى كتقسيمات يعني المباراة عبارة عن تقسيمة مع منتخبات يعني لها قيمة ولها اسم وخاصة أنها يمكن يعني تأثر على ترتيب الدول المتخبات الدولة في الترتيب الفيفا القادم بالتالي إحنا هنا أمام يعني أمام مشاركة لا بد من نتحقيق الاستفادة منها بأي شكل من الأشكال لا بدنا نرجع مستفيدين منها سواء نجرب سواء اللاعبين نجرب خطط يعني حاجة معينة لا بد ما تكون يعني نسينا نرجع بدون ما نحققنا حاجة ولو أنها تكون أهداف مرحلية بعض الحيان تكون مشاركة فيها أهداف مرحلية أنت محتاج تحقيق أهداف للمرحلة حالية والشيء زين الإيجابية يعني أنك أنت تجمع المنتخب نفسه وعودة خلنا نقول الحياة تدب في المنتخب بعد فترة من كاس الخليج هذا شيء المطلوب يعني والفترة القادمة نحن في انتظار يعني البرنامج الكامل واستغلال لأيام الفيفا يعني نحن شفنا أن هناك ثلاث منتخبات ثلاث تجمعات أو ثلاث معسكرات يعني خلال الفترة القادمة وهذه كل هاي أشياء خلنا نقول أن المنتخب عشان يوصل إلى جاهزية فنية عالية تكون أكثر حتى عن جاهزتي في دورة الخليج يعني دورة الخليج ما كان المنتخب جاهز وقررت دورة الخليج يعني خلال عشرة أيام وأسبوعين كل الترتيبات يعني صارت في هذا فكان المنتخب الإمارات حال حال أغلب الفرق المشاركة ما كان واصل إلى الجاهزية الفنية الأساسية يتخل البطولة نحن أمام تحدي أكبر أمام تحدي أعلى الجاهزية لا بد أن من خلال هذه خلال المراحل العداد والأهداف المرحلية تصير في كل مرحلة أن نحن نوصل في النهاية إلى جاهزية للبطولة دعنا نقول هذه أول خطوة اليوم نقول فيها بسم الله من بطولة تايلاندا كأكاس ملك تايلاندا هذه أول خطوة في مشوار في مشوار الإعداد إلى البطولة الأسيوية والمنتخب أن نحن من تضريب منه ظهور عالي يعني ذكروني لما كان كأس الخيجة وعجدنا العذر لأن ما كان عارف اللعيبة بشكل كبير ولو ما كان عارف اللعيبة بشكل كامل اليوم تعرف على الأقل على المجموعة التي صارت مع الكويت بشكل كامل المجموعة الأخرى ذكروني نشيط جدا في متابعات مباريات الدوري وتشوفها في بعض الأحيان في نفس اليوم يتابع أكثر عن مباراة وتلاقي في مباراتين ويتحرك وتتابع لعيبة وحاط في باله لعيبة معينة وتابعهم وكذا أعتقد أن الفكرة التي تكونت عن اللاعبين المحليين هنا أنا أعتقد أن شبه مكتمل اليوم صحيح وشافوا في مباريات شبه مكتمل أنا عندي تساؤل عن أيضا أن الشرح والخروج على الجمهور لأنها لعبة شعبية شئنا أم أبينه لها قطاع كبير من المتابعين والمحبين أن قبل الذهاب إلى المنافسات هذه أو المبارات الودية يجب أن أو يفترض أو يعني يتطلب هذه المرحلة أن يخرج سيد زكارون اللي يقدم لنا المشكلة اللي اللي موجودة ما هي المشكلة التي تتطلب حال في المنتخب المعالجات وين كان في نقص وين كان في يعني ضعف موجود في المنتخب شو الأشياء اللي ممكن نستفيد منها مستقبلا حدود الاختيارات قائمة الأسماء اللعبين البارزين يعني يبدو كأنه عمل تقليدي خلاص هذا شغلنا وإحنا نمشي تمام ما يتطلب أن نعرف الناس شو اللي راح يسير فالآن في اختيارات جديدة تعال تفضل قبل الخروج للمعسكر وكلمنا أنا الاختيارات كذا كذا كان عندي ضعف على مستوى الهجوم ضعف على مستوى الهجوم في دورة كأس الخريج كان كارثة كان كارثة صحيح نحن قبل غيرنا علقنا على الموضوع هذا وقلنا بضربة جزاء وصلنا إلى النهائي صحيح بهدف واحد من ضربة جزاء وصلنا إلى النهائي فأنا عندي مشكلة على صعيد الهجوم أحمد شامبي اختيرة كحارس أليس كذلك؟ نحن عندنا قائمة حراس أساسيين موجودين ثلاثة أربعة مستوى عالي أحمد شو اللي برا تجرب في أحمد أحمد جيد حارس نادي نصر وأنا بغلطان فلازم يكون في توضيح لازم يكون في كلام مسموع نفهمه ونبني عليه في المستقبل على الأقل مواقفنا والله أنا متفق معاكم مع أبو خليفة في قزئية الألة الإعلامية للإتحاد فيها يعني عدم توافق مع يعني مصطلوبات الشرع الرياضي يعني دائما فيه خطوة متأخرة أو فيه يعني جاي بكذا صغير محتاجي يعني يتم عمل جسر ليه بحيث يتبقى التواصل ممتده طول الوقت أنا شايف دي وحاسس بيها من وقت للتاني بتظهر يعني في المناسبات المهمة اللي محتاجة اللقاء مع الإعلام بحيث يكون مش مش شفافية قد ما هي يعني تواصل مشاركة مشاركة عشان كل يكون معاك في نفس القارب ونفس التوجه ويرى المشهد كما تراه يعني يكون فيه كلنا على إيد واحدة وفي قارب واحد وبننظر نفس الهدف وبنقدف مع بعض في هذا الاتجاه يعني ما بقاش فينا حد شايف أو عنده سؤال أو عنده يعني حاجة مش فاهمها أو حتى قرار محتاج مراجعة وخصوصا أنه لسه قريب جدا مع معاد تشكيل لجنة المنتخبات وتأسسها من جديد من خلال عناصر داخل الاتحاد فكان على الأقل إذا كانش المدرب حابب يحكي وحابب وفكره ووصل عن رئيس رجل المنتخبات يوصلوا للناس ويبقى فيه لقاء مفتوح يعني مع الإعلام حتى مش لازم يكون مؤتمر صحفي مش لازم يكون لما لقاء يكون لقاء مع المعنيين بالمنتخب أو وسائل الإعلام إحنا وضينا الحالي كذا بنعمل كذا هدفنا من المشاركة دي كذا اللعيبة اللي نضمت دي يعني هدفها تجريبي هدفها المستبعدين ووضوعهم كذا يعني حوصا أنه أنت مش هتناقش المعطيات قد ما هتستمع لها وهتكون مواكب لمتطلبات المرحلة يعني أنت مش مطلوب منك يذكروني ليه بمخترتش ده ولا اخترت ده ولا هنرجعك في قرارك ولا هنقولك ليه عملت وليه سويت الفكرة فكرة مشاركة وفكرة يعني أن كلنا نكون على نسق واحد ورؤية واحدة للمرحلة الجاية ده أنا شايف حق مشروع جدا للإعلام وحتى بيخدم مصالح الاتحاد الكرة نفسه هما يكون الأمور غامضة بتفتح الباب للإجتهادات على كل الصعود يعني لما مش معرفني حاجة فأنا هكتهد هقول لا ده من ده معاقب لا ده عنده مشكلة لا ده عنده يعني هتبقى في قيل وقال كتير ليش اخترتها اللاعب ليش مخترتها اللاعب بتفتح الباب للإجتهادات والإجتهادات بشكل كبير نعم لما ما يكون فيه صراحة ووضوح وأوم معلنة مفيش فيها أي تورية شراكة شراكة طبعا شراكة ومصالحة الآن الآن إحنا رايحين على إمبارات ودية يعني دورة رسمية ودية موضوع مهم جدا اللي هو ثقافة الفوز ونحن الآن نضع أقدامنا على أول مرحلة هي يعني بداية مرحلة العد الأكسي للبطولات إحنا اقتربنا من الصيف والصيف تنتهي البطولات بذلك إحنا شو المطلوب اللي نغرش في لاعبيننا رايح على البطولة أنت تبا البطولة هلأ لا هي مش ودية روح نحن نخسر للأسف أن لازم زراعة ثقافة الفوز حتى نصل إلى أهدافنا لا للأسف إحنا من يعني من الأشياء اللي دايما لما الأعذار المبدين حتى أن إحنا نتكلم عن هاي بطولة ودية أو هاي مبارا ودية أو هذا كذا وأنه نبها مني الفوز لا بالعكس اليوم فيه لاعب يدخل عشان ينهزم في أي مبارا لا لا دعم ما في حد ينتهي ثاني فإحنا اليوم أنت بتجرب صح لكن لا بد أنك تحقيق الفوز ما معناه أنك تجرب أنك تخسر صحيح وحيانا هذا الشي يعني إحنا لاحظنا في حالات كثيرة يقولك أنا لا والله هاي مبارا ودية أنا ما يهمني الفوز والخسارة فيها طيب الطرف الثاني بعد ما يهم الفوز والخسارة منه يفوز في النهاية؟ لا منه يفوز في النهاية؟ إذا كان الفريقين مدخلين أجل ما يفوز لازم يكون في فائز لابد لابد أن يكون في فائز وأنا أقولك يعني أننا ندخل نجرب لاعبين ونجرب طرق لعب نجرب كذا لكن نقاتل كذلك للفوز صح اليوم هذا لابد أن يغرس في النشئ من صغرهم صح لأن هناك من يقولك إحنا في المراحل السنية ما يهمني الفوز يهمني أن أكون لاعبين طيب إذا أنت اللاعب كونت وهو في نفسك ما غرس فيه هم القيامة؟ لا يعني روح الحماس وروح القغيرة والقتال والملعب كذا ما غرست فيه وخلت أن يطلع من البرة مهزوم أو فائز بنفس الشعور بنفس الحاسيس وما عنده مشاعر فيها فأنت يكبر معاه هذا الشيء هذا صح لابد هذا الشيء يكون من يعني صح أني أنا كون لاعبين بس من جزء من التكوين وهي ثقافة الفوز بالتالي اليوم حتى على مستوى المنتخب وصلنا اليوم إلى يعني خلنا نقول قمة الهرم وصلنا إلى أفضل لاعبين موجودين عندك أنت المفروض يكونون في يعني نتاج الدوري ونتاج الأندي ونتاج كذا وصلت إلى هذا هذه اللاعبين متى ما جمعوا لابد أنهم يقاتلون على الفوز وهذا الشيء يمكن إحنا يعني في أندياتنا نقطة من نقطة الضعف عندنا في بطولة الأبطال الآسيا ثقافة الفوز ثقافة الفوز لأننا إحنا ما نقاتل بشراسة مثل ما نقاتل في المباريات الأسيوية مثل ما نقاتل في محلية محلية وبالتالي وبالتالي يعني لما نقول كلها هي بطولة الأسيوية أنا ما أقدر تفوز فيها هذا اليوم المنتخب لابد أنه يعني يقدم أداء مقنع يسعى للفوز نعم طبعا الفوز هاي فيها أمور توافيق معنوية وفيها جزئيات كثيرة تتعلق بها صح لكن أسعى للفوز وأقدم الأداء اللي يعني خلني يقنع يقنع كل من يشاهدني ولو كنت أنا في أول مرحلة اليوم اللاعبين هذي لا الأختيارات باختيارات فنية معنا المفروض أن يكون أفضل اللاعبين نقولك أنا من هذا المفروض أنهم أفضل اللاعبين في الدولة وأنك مفروض أنك اخترت اللاعب المناسب لكل مركز في المنحب لا تقولي والله أنا غياب صانع لألعاب لا 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 تقولي أنا غياب الهدافة أو غياب حارس مرمى كعني نقد ضعفة في غياب حارس المرمى لا أنت اليوم أنت المفروض أنك أنت هذي اللاعبين هم الأفضل أو يعني يكونون أفضل الموجود صحيح اللي هم جاهزين لمشاركة الحالية صحيح لا منتخب ونتيجة وتاريخ وسنة معينة لابد أننا لابد أننا مسألة الفوز لابد أن تبدأ اليوم من الحين صحيح في كل المباريات اللاعبين يقاتلون للفوز بكل طريقة فيها تحقق الفوز يتحقق ما تحقق على الأقل حققت الأداء كلام سليم كلام منطقي ويجب أنه فعلاً يغرس هذا الكلام لأنه أصلاً فيه تراثنا أنه ينشأ دائماً الفتية على ما كان يعني ينشأ الفتيان فينا على ما كان قد رباه أبا فثقافة الفوز يجب أن تكون حاضرة أحد بيغتنع أصلاً بالخسارة حتى لو كانت ودية نذهب إلى اتحاد كرة القدم وهذا الموضوع يرتبط أيضاً بما سبق قوله فخلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الاتحاد في دبي المدرب البولندي قدمه ماسج سكورزا مدرباً لمنتخبنا الوطني الأولمبي والفرنسي لودوفيتش باتلي مدرباً لمنتخب الشباب تحت 19 سنة حضر المؤتمر سعادة المهندس مروان بنغليط رئيس مجلس إدارة الاتحاد كرة القدم وسعادة عبدالله ناصر الجنيبي نائب الرئيس رئيس لجلة المنتخبات والشؤون الفنية ترجمة نانسي قنقر حضور بوزياد حضور سعادة مروان بنغليط حضور سعادة عبدالله ناصر الجنيبي يدل دلالة واضحة يعطي رسالة واضحة أن الحدث كبير نعم وأن هناك هدف عالي جداً أو هدف كبير جداً ولا ما كان حضوره ممكن يقدموا بأي أشخاص في الاتحاد لكن يبدو أن التطلعات عالية جداً والمنتخبات السنية هدف كبير يجب العمل عليه هو المشهد لو تلاحظ صورة مكررة لما تم عندها تقديم ذكروني يعني نفس المشهد تقريباً ونفس الأشخاص بيوريك أن أديهم بيبصوا للمنتخبات الفئات السنية الشباب الأولمبي بنفس النظرة بتاعت المنتخب الأول وكل العناصر لو تلاحظ الجهازة فنية كلها أصبحت يعني من الثلاث يعني الثلاث نقول الكبيرة بالنسبة للمنتخبات الشباب قلهم بأول كلهم عناصر يعني مداربين أجانب ويمكن المدرسة أوروبية إلى حد كبير فيها الفكر الأوروبي يعني مش سيح مش من الدولة واحدة ولكن النسق أو الفكر هيكون واحد إلى حد كبير من خلال الإشراف زكروني على المنظومة كلها فاللي مقري من المشهد شكلياً أن فيه يعني منظومة بيتم تأسيسها بفكر مشترك للثلاث من التلاث منتخبات الحضور رئيس الاتحاد بيأكد أن فيه رضا وقناعة بهذا التوجه وأنه بيزكيه وبيأسسه من دلوقتي يمكن التفاصيل يعني كلها هتبقى بعود دلوقتي ومش حابب يعني نقف عندها بحكم أن نعتبرها يعني رهانة على مستقبل لسه مش عارفين إيه خيوطه أو إيه معطياته لكن واضح أن الاتحاد بيعمل توجه جديد ونقلة جديدة وبيحاول يكرس حتى مفهوم جديد في اختيار العالية اللعبة للمنتخبات ممتاز بس فيه أيضا جانب ثاني الفترة الماضية شهدت تذبدف على صعيد المنتخب الأول وتراجع كبير على صعيد المستوى والنتائج وإخفاق في تصفيات كأس العالم وإخفاق في دورة كأس الخليج على صعيد المراحل السنية ما فيه أي شيء يذكر وبالتالي لما يقف على منصة تقديم المدربين اليوم هو يقول أن هذا هو المشروع الحقيقي يجب أن نتدارك الأمور قبل أن تتساقط كثير من الأشياء ويأتي الأخفاق الكبير بأنه لا يوجد صف ثاني لا يوجد مراحل سنية والرجل يريد أن ينتشي المرحلة فعلا تبقت لفترة قريبة يعني سنتين باقينا في عمله فيجب أن يقدم يضع بصمة للمستقبل على الأقل حتى لو ترك هذا المكان يقولك أنا أسس شيء شوف أنت اليوم أعتقد بالمدربين الثنين هذا لكتملت هيكلة المنتخبات الوطنية يعني من المنتخب الأول زاكروني البولندي ساكروس مدرب الأولمبي وباتيلي مدرب الشباب مدرب الشباب وعندك الكرواتي هذا فرنسي الكرواتي مدرب الناشئين مدرسة أوروبية كما ذكر المواطن محمد أحمد حيدر مدرب الأشبال موليد 2003 اليوم اكتملت الهيكلة بشكل مطلوب أعتقد أنه موجود مروب غليطة يعني هذا يعني مروب غليطة يعني أبو محمد حاط مشروع واليوم بدأ العمل فيه يعني طبعا ما بدأ العمل بناء الحرامي اكتمل يعني بدأ أن أن نتوجه إلى المدرسة الأوروبية بشكل واضح وباين يعني للعمل بالمنتخبات كلها عساس أن النسق يكون متشاركة ما رايح واجه انتقادات بخصوص المدربين المواطنين؟ لا شو من المدربين المواطنين؟ أعتقد أنهم يكون في منصب المساعدين خلال الفترة القادمة لأن نشوف الفترة الماضية شهدت يعني خفاقات كثيرة على منصب المراحل السنية وإحنا انتقدناها وتكلمنا على الكلام هذا في البرنامج وقلنا أن المنتخبات يعني واجهت الكثير من التراجع وتكلمنا عن غياب المواهب يعني في حق الإشراف المدرب الوطني على الأطباء؟ لا 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 فاليوم يعني أعتقد أن الحل الذي وصلوا للأخوان في اتحاد الكرة أو يعني حتى في لجنة المنتخبات اليوم أنه استعانى بخبرات فنية جديدة لأن خاصة نتكلم اليوم عن المدربين المواطنين المدربين المواطنين يعني معدودين وعددهم يعني والأغلب منهم أو ما كانوا كلهم مروا في مرحلة من المراحل على أحد المنتخبات الوطنية في المراحل السنية بالتالي اليوم أنت اليوم محتاج إلى دماء جديدة محتاج إلى إضافات جديدة وخاصة اليوم أنك الفترة الماضية كان على رأس الإدارة الفنية المنتخب الأول الأخ مهدي علي وكانت المنتخبات المراحل السنية كلها كذلك مدربين مواطنين اليوم تغير هذا الفكر وتغير اليوم الزاكروني أصبح هناك على رأس المنتخب الأول على الإدارة الفنية اليوم أصبحت المدرسة الأوروبية هي الموجودة المسيطرة على التدريبات وهذا شيء يحسب أنه لا يوجد خليط من المدارس أمريكا الجنوبية أو غيرها الفكر الفكر بيكون واحد اليوم هناك استحققات قادمة كان لابد من نحن في فترة الفترات كانت نساءل منهم مدرب منتخب الشباب الي عنده نهايات كاس آسيا في شهر أكتوبر في اندونيسيا واللي ممكن أن المنتخب يحقق الفوز ويتأهل إلى منديال الشباب من بعدها فهذه الأمور كلها مهمة جدا منتخب العلمبي هو الرافد الأساسي للمنتخب الأول كلها أشياء يعني كان الشارع الرياضي في الفترة الماضية كان يتساعل منهم المدربين وكيف تكون طريقة العمل وكيف نعيد الحياة مرة أخرى بشكل مضيء وشكل جميل لمنتخبات المراحل السنية بالتالي اليوم اليوم نعتقد أنه كذلك هاي خطوة جيدة وخطوة إيجابية تحسب للاتحاد وتحسب لجنة المنتخبات سيد عبدالله ناصر بالتحديد أبو بطول سيد عبدالله ناصر عفوان أبو زياد سيد عبدالله ناصر بالتحديد كما يعني يذكر ويتردد بشكل كبير أن مهندس صفقة زكروني وهو من يقف على هذه الصفقة ومن خلال السيرة الذاتية للمدربين السيرة ذاتية طويلة جدا يعني السيد ماسج البولندي اللي راح يشرف على الأولمبي الوطني كان مساعد في 2006 لمدرب المنتخب الوطني البولندي بكأس العالم 2006 ألمانيا هذا أبرز يعني أعلى مستوى وصل على صعيد منتخباتهم الوطنية وعلى صعيد سيد باتيلي المدرب المنتخب الشباب حاز على لقب بطولة أوروبية تحت 19 سنة في ألمانيا 2016 ووصل إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم تحت 20 سنة في جنوب أفريقيا 2017 إذن هناك قاعدة لا بأس فيها من الخبرات وأنا أسألك على حاجة يمكن المأري من التغييرات دي إن فيه قناعة بالفكر الأوروبي للمرحلة الجاية وإن اللي فات ده أنا مش مسؤول عنه أتحد الكرة عايزي أقول لنا بشكل مبطن من الآن وصعيداً حاسبوني على المنتخبات ومراحلها المختلفة من الآن وصعيداً ما فات أنا غير مسؤول عنه يمكن دير سالة ضبنية نكون إحنا مش يعني مش مقتنعين بها كتير على أنها تكون يعني استمرار لنهج قديم للتحاد الجديد جاية وراه لكن أنا شايف إن طالما هو شايف إن اللي فات مش محسوب عليه وبيأسس لمرحلة جديدة وعايز يبني عليها لمستقبل كل اللي نتمنى للمرحلة الجاية إنه ما يبقاش حد يعني إدارة جاية تيجي بعدين تهد ده من كلهم الجديد وتقول في هد فكر المدرب الوطني أو حاجة زي كده حاجزين يكون فيه منظومة فيها سيستم بالمقام الأول أمنياً طبعاً نعم أمنياً لا أنا بتمنى إن فعلاً يعني من إدارة الإدارة بتلاقي مثلاً يعني إحساس الإدارة بأن ذا إرس معين مفروض محسوب على الإدارة السابقة أنا مش حابب الفكر دي يكون هو السائد للسؤال للإدارة دي أو الإدارة اللي قاعدة إن شاء الله كلام سليم أتمنى إن شاء الله الآن إلى فقر التواصل الاجتماعي وأبرز التغريدات والمشاركات في بعض الحسابات الرسمية التي اخترناها لكم شكراً للزميل علي الضبياني وأهلاً بكم مشاهدينا في فقر التواصل الاجتماعي لهذا اليوم والتي نبدأها من حساب مجلس الشارقة الرياضي ونقرأ تتويج الطالبات في ختام منافسات الريشة يوم أمس ضمن دورة الألعاب المدرسية الأولى والتي أقيمت في مؤسسة الشارقة للرياضة المرأة بتنظيم مشترك بين المجلس ووزارة التربية والتعليم ومن حساب مجلس أبوظبي الرياضي منتخب محافظة أرخبيل سقطرة يفوز على فريق جامعة أبوظبي ثلاثة واحد في ثاني مبارياته الودية ضمن معسكره التدريبي المقام في أبوظبي والذي يأتي ضمن مسيرة العمل الإنساني لمؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي وإلى الانستجرام ومن حساب سبورت فور أول الكمالي لم أمارس ضغوطاً على عمومية القوى وطبقنا قمة الديمقراطية جاءت تصريحات سعادة أحمد الكمالي رئيس اتحادي ألعاب القوى على خلفية ما تردد في الوسط الرياضي على ضغوطات مورسة اجتماع الجمعية العمومية ومن حساب قناة الشارقة الرياضية نقرأ نهيان بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة شيخ النقبي لعبة منتخب الإمارات المشارك في الأولمبياد الخاص كانت هذه أبرز التغريدات والمشاركات في فقرة التواصل الاجتماعي لهذا اليوم نعود بكم الآن إلى استيديو ملاعبنا والزميل علي الضبياني شكراً فاطمة زعابي وقع نادي كلباء الرياضي ثقافي يوم أمس عقد إنشاء صالة رياضية خاصة برياضات الدفاع عن النفس وذلك بالتنسيق مع مجلس الشارقة الرياضي التفاصيل في التغرير تالي عقد نادي كلباء الرياضي الثقافي مؤتمراً صحفياً يوم الأحد للإعلان عن تفاصيل عقد إنشاء صالة نادي كلباء لرياضات الدفاع عن النفس وذلك بالتنسيق مع مجلس الشارقة الرياضي فعلنا طبعاً عن الصالة الرياضية هذه بحيث أن العدد المشاركين ما شاء الله في نادي تحاد كلباء لرداء الدفاع عن نفس كان العدد جداً كبير ما وصلت قريباً إلى 200 شخص وهذا العدد قاعد يزايد وعلى هذا أرى أن مجل الشارجة الرياضية ارتاع أن الصالة الرياضية تكون موجودة في كل بحيث أننا عدنا عدد كبير في رياضية الدفاع عن نفس وإن شاء الله العدد يزايد يوم بعد يوم الصالة الجديدة جاءت بمكرمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله ودعماً وتشجيعاً من سموه لهذه الرياضات التي تحتاج إلى مثل هذه الخطوات من أجل وضعها في الطريق الصحيح نحو الإنجازات الدولية وربما الأولمبية الصالة هذه صالة قياسات دولية صالة يعني فيها تقريباً من 8 إلى 12 شرطة تامي قياساتها بين 40 متر في 65 على 45 متر الصالة بيكون فيها جميع تجهيزات ألعاب رياضات دفع عن نفس التي هي تايكويندو والجوجسو والكاراتي والكاراتي والجوجسو والتايكويندو والجوجسو أربع لعباتهم الصالة الرياضية الجديدة تتسع لنحو 3000 متفرج ما يمنحها القدرة على استضافة العديد من البطولات الرياضية التي تقام منافساتها في الملاعب المغطى طبعاً إحنا منفذين يعني موضوع موضوع تستقبل أو إدارة هذا القاعات في نادي هم الأخصائيين وعندهم الخبرة في ذلك لكن إحنا كمطورين وكمقاولين ممكن نعطوك معلومات أنه هذا الصالة بتسع تقريباً إلى 3000 متفرج يقدر عدد الممارسين لرياضات الدفاع عن النفس في نادي الشارقة فقط نحو 2100 لاعب طموحات مشاركة النادي في دورة الألعاب الأولمبية 2024 بات اليوم حلماً يراود القائمين على هذه الرياضة معي على الهاتف سيد أيوب لشكري مدير نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس سيد أيوب حياك الله مساء الخير مساء النور حياك الله نتحدث عن هذه الصالة التي تدعم رياضات الدفاع عن النفس بهذه الساعة الكبيرة ساعة 3000 متفرج يعني هناك أكيد لا شك تطلعات أيضاً في هذا المجال أن هناك حاضنة وبيئة كبيرة لهذه الألعاب للتطور وتقدم في المستقبل نعم نعم طبعاً أنا وشي أمسي على بيوفك الكابتن زياد دين والكابتن أحمد خليفة حماد أهلا وسهلا لهم أيضاً لهم دور في دعم رياضات الدفاع عن النفس السابقة أما بخصوص الصالة طبعاً بتوجيهها طبعاً نحن ما ننسى مكارم وصاحب الأياد البعضاء صاحب السمو والدكتور الشيخ سلطان أحمد القاسم حاكي مارك السارقة دائماً مبادراتها ومكارما ما تنتهي مع الرياضة والرياضية طبعاً بتوجيهات من سعادة رئيس مجلس ردار الله حبدالعزيز النومان تم تكليفي بمتابعة ضرورة توقيع وإجساء طالح خاصة الرياضات الدفاع عن النفس في المنطقة الشرقية بعد تقريباً الموضوع هذا تم قبل ثمانة شهور فأخيراً استقرينا على أن يكون الموضوع هذا مقرح نادي سلباء الرياضي طبعاً ليس تم اختيار نادي سلباء؟ كون نادي سلباء الرياضي النادي الوحيد اللي يسمع ثلاث رياضات دفاع عن النفس موجودة فيها وطبعاً إلا عديد الأطفال إنجازات والنادي حقق جميع يعني تقريباً جميع المشاركات اللي شارك فيها حقق فيها نتائج إيجابية ومراكز متقدمة ولديهم أيضاً أخوة في مجلس ردارة تقدمناهم أيضاً بالتفاقاتهم وتعاونهم الدائم معنا طبعاً النموذج هذا نحن بعد أنا اليوم كان دورنا في FC Be luz يشتريد الحلPO إلى الرياضات الدفاع عن النفس الدعم الفني من الجانب الفني نحن كيف ندت طالات رياضية معظم الصالات الرياضية لم تكن طالات رياضية للدفاع عن النفس كانت صالات رياضية الألعاب جماعية مثل يعني مثل كارث السلة والطائر وهذين كيف رياضات دفاع عن النفس محتاجة تكون جلس صالات مثلاً 4 طالات تتبع صالات achievement يعني كل اللاعب يسخن في مكان او في وزن معين. بعدين يدخل الى الارضية هاي. حلو. صالة نادي تلبا اليوم ان شاء الله نحن حطينا فيها فكرة مستقبلية انه ممكن نحن نوفر فيها ثمان ملاعب. لنا اثنو عشر ملاعب. تاز. اه احنا نتميه طبعا في الرياضة التتامي. اللي هي الملاعب الرياضية. ما عدنا صالة اليوم اه تتحمل اثنو عشر التتامي. ان شاءنا صالة البرحة تكون الصالة الاولى. باذن الله في مارك الشارجة. اللي تتقطب وتتحمل ان يكون طاقتها الاستيعابية. عدد اثنين عشر بساط. وان شاء الله خلال السنوات القادمة نحقق فيها ونقيم فيها بطولات اقليمية ودولية ان شاء الله. ان شاء الله. هل هل ترتبط هذه بالفكرة اللي طرحت من قبل مجلس الشارجة الرياضي وعبر عنها سعد عبد العزي النومان. بان هناك يعني فكر مستقبلي ويعني امنيات كبيرة باعداد ابطال متميزين للأولمبياد. طبعا نحن اليوم لدينا قيادات رياضية داعمة للفكر الرياضي. وعلى راسهم سمو الشيخ فقر رئيس مجلس السارق الرياضي. نعم. وايضا سعاد الله عبد العزيز النومان. هناك في فكر رياضي. هناك في خطط وبرامج طموحة للوصول بالرياضيين الى اعلى المستويات. اه طبعا في عندنا برنامج رعاية موهوبين وفيه برامج اه كثيرة. نحن اليوم في النادي في السابق كانت الاندية شوية تشتغل بالصمت ما حد يدري. اليوم لا اليوم احنا كل اسبوع تقريبا عديا عندنا لجان من مجلس سارق الرياضي. شو سويتوا في هذا الموضوع. شو عملتوا في هذا الموضوع. شو متابعات في خليف نحن نحن عبر رزاعتكم وقناتكم نحيي مجلس سارق الرياضي حقيقة على دعمه اللام حدود للرياضة والرياضيين. اعطيكم العافية ونتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله ومبروكين ايضا هذا الصراح الجديد. الله يبارك بيك وشبكنا طبيعا. اهلا وسهلا سيد ايوب الاشكري مدير نادي الشارق الرياضات الدفاع عن نفس اشكرك. الى جولة اخبارية سريعة وموجزة في مختلف ملعب الرياضة الاماراتية. تنظم لجنة دوري المحترفين بالتعاون مع اكاديمية اتحاد كرة القدم دورة الرخصة اي في التسويق الرياضي في الفترة من الثامن عشر وحتى الثامن والعشرين من مارس الجاري بمقر اتحاد كرة القدم في دبي وبمشاركة موظفي التسويق بالاندية المحترفة. عقدت اللجنة الفنية الاولمبية اجتماعها الاول للعام الفين وثمانية عشر برئاسة سعادة محمد ابراهيم المحمود. النائب الثاني لرئيس اللجنة الاولمبية الوطنية صباح امس الاول. من اجل الاطلاع على العديد من الموضوعات المتعلقة بالمشاركات الخارجية والبرامج الفنية والاحداث الرياضية التي يشارك فيها ابناؤنا على الاصعذة كافة. وصلت الى ارض الدولة بعثة منتخبنا الوطني للرماية المشاركة في منافسات البطولة العربية للرماية بجمهورية مصر العربية. الرماية الاماراتية شاركت بمنتخبي الرجال والناشئين وحصل منتخب الناشئين على المركزين. الاول عن طريق احمد حسن الحفيتي والثالث عن طريق ابراهيم خليل ابراهيم بفئة فردي البندقية الهوائية للناشئين. انطلقت يوم امس الاحد بنادي شباب الاهل دبي دورة التدريب الاعلامي لللاعبين التي تنظمها لجنة دور المحترفين بهدف رفع درجة وعي اللاعبين باهمية الاعلام في حياة الرياضيين وكيفية التعامل مع مختلف الوسائل الاعلامية. شهدت الورشة مشاركة واسعة من لاعبي الفريقين الاول والرديف وفرق المراحل السنية بنادي شباب الاهل دبي. اختتمت تصفيات لعبة القوس والسهم لمواهب برنامج الاولمبياد المدرسية المشاركة في بطولة العالم المدرسية التي تصضيفها المغرب خلال الفترة من الثاني وحتى التاسع من مايو المقبل بنادي المدام في امارة الشارقة حيث تم انتقاء افضل ستة عناصر بالتساوي بين فئتي البنين والبنات وفقا لنتائجهم طوال المرحلة الماضية. وقسمت مراحل التصفيات على اربعة تسابيع متتالية تم خلالها التركيز على العديد من النواحي الفنية والبدنية والنفسية للمجموعة المشاركة والتي بلغ عددها عشرين لاعب ولاعبة من مختلف مدارس الدولة. عفوا ابو خليفة هذه الالعاب طبعا ربما شوية مش مشهورة او ما لها متابعة كبيرة لكن مهمة ايضا وهي اولمبية. صحيح هي من الالعاب الالمبية التي تحقق نتائج على المستوى الدولي. اليوم هي صح انها اللعبة جديدة على خلنا نقول انضمت في الفترة الاخيرة الى الالعاب الممارسة هنا في في الدولة. لكن اعتقد انها انها هناك في انتشار لهذا ما بين اه يعني بين الممارسين على مستوى يعني الجنسين على الشباب والشابات. وبالتالي اليوم شيء جميل ان ان المنافسات يعني اه او او الفريق المختار ان حسب التغيير انه بالتساوي ما بين الشابات والشاب والابنانين. المدرسة. نرجع مرة ثاني للمدرسة. هي الاساس. قدي نقول لك على حاجة في مش مش كل الالعاب الاليومبية اللي كان ممكن يبرع فيها الناشئة الاماراتي. كان لياه حضوره في الامارات. اللي يقصه السهم بالذات للرياضات اللي كان فيها انتشار سريع جدا وقوي جدا. وبيبون مواهم في 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 باين ابناء الامارات. غير مثلا ما تقول لي جنباز او تقول لي لعبات اخرى. صحيح. حاولنا نزرعها لكن ما قدراش نكون فيها مواهج. صحيح. انا شكرا لك. الله يخليك. شكرا جزيلا على التعليق. وشكرا لك يا مخليفة. اعطيكم الف عافية. شكرا لحبائي الكرام على المتابعة. اطيب المنا مني ومن زميلي علي عمر. ومن جميع زملاء. ألقاكم. اشتركوا في القناة